شلل تام يصيب الحياة السودانية بعد يوم دام في الخرطوم انتهى بسقوط قتلى وجرح خلال محاولة فضل اعتصام امام مقر قيادة الجيش محاولة اسفرت عن توقف المصاري السياسي الى اجل غير مسمى دون وجود افاق واضحة للحل فبعد اعلان قوى الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وبدء اضراب سياسي وعسيان مدني خرج رئيس المجلس العسكري ليعلن وقف كافة اشكال التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والغاء كافة الاتفاقة السابقة معها كاشفا عن انه سيتم الدعوة لاجراء انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة اشهر تحت اشراف دولي واقليمي تشكيل حكومة تشهير مهام لتنفيذ مهام الفتحة الانتغالية المتمثلة في الات محاسبة واجتساس كل رموض النظام السابق المتورطين في جرائم فساد او خلاف التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق الرزاعات المختلفة بما يمكن من استدباب السلام وعودة النازحين الى غراهم تهيئة البيئة المحلية والاغليمية والدولية لغيام الانتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية كما اتهم المجلس العسكري قوى المعارضة بمحاولة الانفراد بالحكم واقصاء القوى الاخرى من جانبها رفضت قوى الحرية والتغيير اجراء انتخابات خلال تسعة اشهر وصفة بيان المجلس العسكري بالمسرحية الهزلية مشددة على مواصلة التظاهر والعصيان المدني الشامل وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى المعارضة قد توقفت في الحادي والعشرين من ما يلمضي بسبب عدم التوصل الى اتفاق حول تشكيل المجلس السيادي الانتقالي ورئاستي ويرى مراقبون ان الاوضاع في السودان تتجه الى مزيد من التصعيد تصعيد قد يعيد السودان الى مربع الاحتجاجات من جديد ويعيد الى الاذهان موجة التصعيد الثوري وجداول المظاهرات التي دابت قوى المعارضة على الدعوة اليها لمواجهة نظام البشير ترجمة نانسي قنقر